رأس وزير دانة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان أعمال افتتاح الورشة التدريبية لمجموعة الشراكاء العاملين في رعاية وتنظيم الانتخابات الرئاسية وقد شهدت الجلسة الاتراحية حضور عدد من عضاء السلكة الديبلوماسية للمعتمدين أهل البلاد آدم حنف فاضل من أجل رفع كفاءات هؤلاء المشاركين في هذه الورشة التدريبية التي نظمتها مجموعة الشراكاء الذين ساهموا في تنظيم الانتخابات الماضية والتي أجريت في العاشر من أبريل لعام 2016 وذلك بهدف تكوين هؤلاء المشاركين بقية الحصول على معرفة سير العمل الانتخابي الذي يفرضه الحكم الديمقراطي في تشاد إن هذه الورشة قد شارك فيها عدة أشخاص مختلفين الجنسيات بالإضافة إلى ممثلة دورة اليابان وقيرها من الدول المجاورة وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان قدم شكره لكل من شراكاء التنبية كالأمم المتحدة ودولة اليابان على دعمهم لهذه الورشة كما شكر أيضا المنظمين لهذه الورشة التي من شأنها جمع كل الأطراف تحت ظل النظام الديمقراطي الذي تفرضه الانتخابات وأضاف سليمان مطالبا من هؤلاء المشاركين في هذه الورشة أن يأخذ مخرجاتها بالجد من أجل بلوق الأهداف المطلوبة حين قدوم الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أن إصلاح المؤسسات هو ما يطالب بها رئيس الجمهورية في خطاباته العامة ولا يتأتى ذلك إلا بوجود خبراء مختصون في كل المجالات من جانبها رئيسة مجموعة الشراكاء العاملين في تنظيم الانتخابات السيدة كولور فلور قدمت شكرها للحكومة الشادية عامة وشعبها الذي يحترم جميع مبادئ النظام الديمقراطي على وجه خاص وقالت أن هذه الورشة تتضمن عدة مجالات منها تقنية ورقابية بما أن المصداقية هي أساس نجاح العمل الانتخابي فيها هذا ونشير إلى أن هذه الورشة ستستمر لمدة عشرة أيام متتالية بإشراف كوادر مختصة في مضمونها